قال رئيس بلدية مقاطعة هواي هاري كيم إن نحو ستمائة منزل دمرت نتيجة تلفق الحمام البركانية بجزيرة بيغ آيلند في هواي منذ بدء ثوران بركان كيلويا الحالي أوائل الشهر الماضي وأضاف أن هذه الحلقة من ثورات البركان هي الأكثر تدميرا في التاريخ الحديث وكان مسؤول الدفاع المدني في المقاطعة ذكروا الخميس أن العدد المؤكد للمنازل التي دمرت خلال الشهر الأخير بلغ 130 منزلا